هبة جديد هذه الجبهة حيث تقفين أنت نعم تم إطلاق ساروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة مالكية الجيش الإسرائيلي قال إنه يرد بالقصف المدفعي على مواقع في جنوب لبنان بالإضافة أيضا إلى اعتراض عدد من الصواريخ من جنوب لبنان فوق المطل في الجليل الغربي أو ما يسمى في إسبع الجليل يأتي هذه التطورات عقب الهدوء الحذر منذ ساعات الصباح الأولى بالإضافة إلى استهداف موقع المطل أو مستوطنة المطل يوم أمس القريبة جدا من الحدود مع لبنان بعد استهدافها بصواريخ مضادة للدروع صابت 15 منزلا هناك أحد هذه المنازل دمر بشكل كامل التقارير الإسرائيلية تقول استهداف مستوطنة المطل هي رد من حزب الله على قصف إسرائيلي أدى إلى مقتل لمختار أحد القرى في جنوب لبنان كما أيضا تم استهداف مواقع عسكرية وتحديدا في مزارع شبعة بالإضافة إلى موقع شتولة والإعلان عن إصابة أربعة جنود خلال الاستهداف بصواريخ مضادة للدروع بالإضافة إلى صواريخ بركان بالإضافة أيضا التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن استهداف موقع القوة الإسرائيلية 91 في بيرانيت في مستوطنة بيرانيت بمسيرة من جنوب لبنان اخترقت الأجواء الإسرائيلية ما أدى إلى رد المدفعية الإسرائيلية والمسيرة الإسرائيلية وقصف مواقع في جنوب لبنان هذا على أصعيد المداني بالإضافة أيضا إلى رزد 15 صاروخا من جنوب لبنان على منطقة ترشيحة أو معلوة ترشيحة الاحتراضات الإسرائيلية تم اعتراض ستة من الصواريخ بالإضافة إلى إثنين سقطاء في مناطق مفتوحة هذا على الجانب المداني أما على الجانب الآخر فقد قال وزير الجيش الإسرائيلي يؤف غالانت يوم أمس إن إسرائيل منفتحة للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله شريطة أن يكون هناك ضمانات أمنية ومنطقة أمنية بضمانات مناسبة شكرا للمشاهدة